بعد اكتفاء ساسة بالتفرج وعجزهم عن تقديم يد العون إلى النازحين الذين يمكثون في خيم ستائرها لا تحجب عنهم سقيع البرد الذي أزهق أرواح أطفال بعمر الورد توجه مجموعة من الشباب لإطلاق هاشتاغ بطانية زايدة ليتبنوا حملة لجمع الأغطية والمفروشات مما يتبرع به العراقيون من أجل دعمهم وتوفير ما يحتاجون إليه لمواجهة نزلة البرد القارص حملة بطانية زايدة هي مستمرة لمدة ثلاثة أيام صار يومين على انطلاقها إن شاء الله باقي مباشر أكو مضالب أنه تستمر هذه الحملة لأنه كناس ما تقدر توصل محافظات تفاعلت أكثير أشخاص حقيقة بدايتها أنه أكيد فور رؤية صور النازحين والأطفال اللي بالثلوج مناشداتهم ما اكتفين بأنه إحنا نتفاعل بالتعليق أو ندير الموضوع فقط أنهم باع الناس شوفوا الثلج يعني هذه الكلمات ما عادت تنفع إذا ما أنت تبادر ليش ما تقول لنفسك يلا أقوم أنه أسوي شيء ممكن يفيد هذه العوائل صراحة البارحة الثلاثة أطفال ميتين للسليمانية أكيد بالمخيمات النازحين أقصد تفاعل العراقيين كما هو معروف عنهم كان إيجابي وفاعل فلأيام ثلاث استطاعوا جمع عدد ليس بالقليل من الأغضية والمفروشات والمدافئ ليمثل صورة عن توحدهم وتكاتفهم رغم الأزمات هذا التبرع لم يقتصر على سكنة العاصمة وحدها إنما شمل أيضا محافظات عدة أغلب الناس كانوا يباعون تفاعلون قسم مكافآت مالية والبعض جابوا بطانيات ملابس البعض لحد الآن عالم جاي يراسلوننا ويخابروننا أن الحملة الخاف راح تنتهي نقول لا بعد لن جاي يجمعون أصدقائهم وقاربهم اللي بمناتهم اللي قريبين بيهم فتجاوب الناس إنه كان جدا إيجابي حسم ملف النازحين بات ضرورة قصوى لما يواجهوه من صعوبة العيش والعجز عن تجاوز المحن التي يمرون بها ملفهم ارتبط من مناكفات السياسية التي جعلته أكثر تعقيدا وأيضا سببا رئيسيا في عدم إنهائه من بغداد محمد فراسة قناة تغيير